في موضوع آخر انطلقت اليوم عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية والتي ستدوم إلى غاية نهاية الشهر الجاري ودعت وزارة التربية أو الداخلية أقول في بيان لها المواطنين والمواطنات غير المسجلين ضمن القوائم الانتخابية والبالغين السنة الثمانية عشر التقرب من بلدية إقامتهم لطلب تسجيلهم في القوائم الانتخابية من جهتها أعلنت الهيئة العلية المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه بإمكان المواطنين والمواطنات اختار الهيئة كتبيا بكل المخالفات المتعلقة بعملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية